موضوعنا لليوم من ضمن المواضيع اللي دخلت في كل نواحي حياتنا وهي التكنولوجيا التكنولوجيا دخلت حياتنا من خلال استخدام الجوالات الساعات الذكية لكن هل تتخيلوا الآن أنه يمكن وضع هذه التكنولوجيا تحت جلد الشخص؟ نعم قام بالفعل آلاف من الأشخاص في السويد بإدخال رقائق إلكترونية في أيديهم وتم تصميم الرقائق لتسريع روتين حياة المستخدمين وجعلها أكثر سلاسة عبر الوصول إلى منازلهم والمكاتب وحتى الصلاة الرياضية بسهولة من خلال تمرير أيديهم على القارئ الرقمي وحتى تذاكر القطار ويمكن استخدام هذه الرقائق لتخزين تفاصيل الاتصال في حالات الطوارئ أو حتى الملفات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي أو التذاكر الإلكترونية للأحداث ورحلات السكك الحديدية داخل السويد لكن يرى بعض من الأشخاص من المؤيدين والمعارضين المؤيدين يقولوا أن استخدام هذه الرقائق الصغيرة آمنة ومحمية إلى حد كبير من الاختراق لكن أحد العلماء عبر عن مخاوفه وقال أن هناك بعض المخاوف تجاه الخصوصية حول نوع بيانات الصحة الشخصية التي يمكن تخزينها على هذه الأجهزة ويتم إدخال رقاقة بحجم حبة الأرز عادة في الجلد فوق إبهام المستخدم مباشرة باستخدام حقنة شبيهة بتلك المستخدمة لإعطاء اللقاحات أو التطعيمات ويبلغ تكاليف هذا الإجراء أو زرع الرقاقة تحت الجلد الإنسان 180 دولار وتم استخدام هذه التكنولوجيا لأول مرة في السويد في عام 2015 ويصطف العديد من السويديين للحصول على هذه التكنولوجيا وهي الرقائق الدقيقة التي تعطيها لهم شركة بايوهاكس انترناشنال وقالت أن عدد الطلبات كبير جدا ولا تستطيع مواكبة هذا العدد لكن هناك أسئلة تطرح وهي ما هي أضرارها الصحية المحتملة قال بعض المختصين في علم المايكروبيولوجي في السويد أن هذه الرقائق ممكن أن تكون لها ردود أفعال على الجهاز المناعي لبعض الأشخاص في ختام موضوعنا لليوم هل تتخيلوا أنه ممكن توصلوا لاستخدام مثل هذه الرقاقة أو استخدامها بشكل كبير في حياتنا مثل ما تم استخدامها في السويد والاستغناء عن كل البطاقات ترجمة نانسي قنقر